قال الاولياء الكلام فيهم طبعا الناس ما ردد على الباطل ده مثال والغلو واللخبة قال كلام تلاتة اكسام قال يا ام مكذوب على الاولياء يا ام الاولياء ذيل قالوه في حالة غيبوبة طيب هم في حالة غيبوبة ذاري غيبوبين انا احنا برضو وكاد بنا ليه وزول بكتب كتاب كامل بيكون في غيبوبة ده اصلي حلوه كيف ده كخطأ من شدة الفرح قال معه ده دليل اللهم انت عبدي وانا شنو وده دليل على ان الزول ده كان قصده خير لانه شوف الكلمة اللهم انت عبدي وانا ربك الكلمة ده لما انت عكسة بتلقاه صحيحة اللهم انت ربي وانا شنو عبدك لكن الزول اللي بيقول ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطني الحوتي امددت راحتي ده ده تعكسة تجيك كيف ده دي بتجي معاك ازي داك ما دليل على انو اخطأ فعل حاجة لكن ده الكلام بيكتبوه عديل واكتبوه القصة عديل ليه سلم يا ولد القلبة البيت ولد هصلوا البرع ده كتبوا دجت مغيب داك اسماعيل اسماعيل القادري كتبوا دجت مغيب تعال فيوضات الربانية ناس محمد عثمان المرغني كله كتبوا مغيبين كله انا عرشو او الكرسيو ده واحد ختمي ناقل له داك بتاع الختمية النور البراق وبتاع فيوضات البحور المتلاطم وكاسم عبدالله العيدروس انا عرشو او الكرسيو انا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها كتاب النصر العلمية لأهل الطريقة الصوفية كتبوا مغيبين قال الاولياء بتطوروا احيانا تدخل على الولي تلقى شاب وحيانا بعد شوية تمرقوا تجيو تلقى بقى كبير في دقائق قال وتدخل علي احيانا فتجده حنشا الولي ذاته وقال استشفاع الملائكة باب استشفاع الملائكة بصالحي الاولياء قال في ملك غلط في السماء وقعت منه هفوة في السماء قال جالي حلقة الشيء عبدالرحيم المغربي واستشفاع بله الله قال له قال عبدالرحيم المغربي قال له اللهم ان اللهم هذا وقع في خطأ او هفوة وكذا وكذا واستشفاع بنا قال بعد شوية الله عفليه وغفر عنه طوالي الملك طلع فوق دا كلهم غيب في الكتاب دا ذاته النصر العلمية قال قال الشيء عبدالقادر الجيلاني الانس عندهم شيوخ الانس عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ والملائكة عندهم شيوخ وانا شيخ الكل تفاهم كلامه الانس عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ والملائكة عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل ده قائد الوسطول ذاته عمك ده ده مغيب ده مغيب إذا صح التعبير إنما يقول غايب لا يستهتربون لأنه بيستهتر النازل ده كلام ما مكذوب عنهم وكلام قالوا وهم عاقلين عارفين بيكتبوا في شيء يعون ما يقولون تيد تدافع عنهم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يم من يكون عليهم وكيلة قال لي من الثلاثة ولا فيهم غير الفهم الصحيح هل تفهمك الصحيح له وشنو جول قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد صفحة خمسة وستين من كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية تأليف الحاج اسماعيل محمد سعيد البغداد القادري التمنية الدراسة شارع جوهر كله في الكتاب قال فيه أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف الشيخ الطريقتي وما قلت هذا القول فخرا هسي دا فيه غيبوبة ولا مركز وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقته دا كلام أنا هنا فيهم نغير فهموا صحيح قالوا وقالوا يا هذا تركت صلاتك هو برد على الناس يكون مغيب ويرد على الناس وذا كتابه يكونوا كذبوا عليه ويرد على الناس وكلامه واضح في الضلال والباطل ويكون فيه من غير الفهم الصحيح وريني انت الفهم الصحيح وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي خطوة في بلده مكتها ما كسره وكسر الحقيقة تاني دي ممنوعة من الصرف بعريفة لك قال زون خطوة في بلده وخطوة في مكة وقالوا يا هذا تركت صلاتك أبويا الشيخ تنب تصلي معنا ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي ده نحن ما فهمنا كلام هذا يا ناس شغل هذا جايد نمره 14 قالت دلوا المطر البياض وإلى آخره يا ناس ما أفزل بدي مطر ناس أقوله كذب بتاع الخنجر وكذب بتاع حامد بابكر وحاجات اكتبوها يخطوها في الأس ما شانا غريا قبلنا إحنا جاينا عليكم ونخشينا غريا وإن كان الناس يعني فيه الناس نحسب ونفاضل وكذا والله حسيب ففيه واحد فيهم ديلك موحدين وده ذات السال ده موحد لكن داري علم الناس نحسب قال الحر لما نيجي والسمسم داير بريد والناس بمشوا للشيوخ وقل لهم بردوا لين الجودة شيوخة تقول مكيفات الناس ما قال بمشوا لهم وقل لهم بردوا لين الجودة نعم عارفين الشيوخ ده شغالين شنو مرة يبردوا الجو مرة يولدوا النسوان مرة يلحقوا المكروب وشغالين شنو يجتم وقاعدين متفنين المعو واحد يقول لك وش ناظر ما قاعد بالمكيف وبالمروحة وش ما بقى ناظر كيف يعني في شيخ شغال طلبة ما شغالين كنت عبانين نعبانين احنا ونزل الله العافية المهم قال السمسم ديال هنا جاون برضو باصل البياض وتدفع بياض المطر بيجيك وما تدفع بياض المطر ما في ما اقولها يا جماعة الله يكون كذي سبحانه وتعالى ما اقولها يا اخي كفار الله بنزل لهم مطر ولا هم بنزل لهم كفار بي تلجو بيجيك ما شفت ذلك عندهم الحاجات زي هنا العجلات كذبة جرباء في التلج ما شفتهم يا اخي مطر ده الله قال في القرآن فرايتم الماء الذي تشربون اانتم كلام واضح يدتوا يا ناز حامد وغيرون عطاله صلاح الخنجر وغيرون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ودي رد عليه شبه جابوه ولك دي آيات في المشركين ما الآيات دي مش اصنام دي الكلام واضح افرايتم الماء الذي تشربون في صنم تشربون صنم ده تبزغون في خلي تشربون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم دلل اصنام يا جماعة انزلتموه من المزن ام نحن شنو الآيات دي عامة زي ما آيات اليمان عامة الآيات الان نزلت في الصحابة هل خاصة بالصحابة لما اتب قيت مؤمن خلاص دخلت في الآيات بقيت كافر بتدخل في الآيات هل في الكفار اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة شنو في الزبر يعني اتعش عن سوداني بس ما في كفر رسله بس اتعش عن سوداني بس كذي مخطوم لك كذي مؤمن داك سعوديين كفار في مكة كفار ما اتعش عن سعودية ولا سودان ولا مصر لكن لانه كفر خلاص اتبعت داك والآيات دي نزلت ما في الأصنام بس في آيات واضحة للبشر عديل نصارى وغيرون والناس البشابهون من ديل الصوفية والشيعة والروافض وغيرون اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد هانا عبد المسيح عليه السلام كفروا دا العبده أصنام يقول لك يا مولانا دا العبد المسيح واخير المسيح ولا المكاشفة واذا العبد واذا الغلف المسيح كفروا الغلف المكاشفة داي سولاك شنو دا تكفير دا تكفير وجنبها فوق اتنين ديك تربيع ديك يبت قلبواها ستة عديل معقولة يا أخي والله النصارى ذاته جفتا يلموا في الصوفية ديلي يمرمطوا بيو النصارى ذاته لو لاقى ناس حامد ديلي قول له هذول احنا بنعتقد في عيسى عليه السلام يبتعتقدوا في بدلقان وبقرقاب وبعضل انسيف وبشنو وبشملة وبجنزير وبفركة قال دا فركة جاو من الجنة يا ناس الجنة ناك صلاة فركة داك بردو سوى عملية جابها في جريت الدار قال عملية جاب الشاش من الجنة الجنة فيها شاش ولا فيها زول مجروحة الجنة والله الجنة ما فيها جريح ذاته يا ناس جرحون في الدنيا ذا حزبوننا ما اقول يا أخي